ألي يجوز أن يتخذ الإنسان خليلاً له لمحبته له أين خل بين الناس ما في معنى إنما الخل مع الله هذه ما حصلت إلا للإثنين لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول أبو هرير أوصاني خليلي رسول الله خليلي فتتخذ خليل من المخلوقين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل كل من شبه الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دل علام فيه خلة بين الناس لما الكلام في الخلة مع الله سبحانه وتعالى هذه ما تحصل لأحد إلا للنبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولهذا يقال لهم الخليلان نعم موسيقى موسيقى